اشتركوا في القناة نهاية اليوم عبور السحب واليوم أيضا آخرة خلال الأيام القادمة ستتراجع السحب بشكل ملحوظ أجواءنا حاليا غائمة جزئين الرياح خفيفة إلى معتدلة سرعة بوجه عام حاليا صفر كيلومتر في الساعة خفيفة بوجه عام من صفر تقريبا أو من عشرة إلى ثلاثين كيلومتر في الساعة كحد أقصى سرعتها اليوم توقع أن يوم الغد ستنشط بشكل ملحوظ من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة وهذا سيصحب ارتفاع بالأمواج وتكون من ثلاثة ليست تقدم درجة الحرارة حاليا 27 درجة مئوية رطوبة النسبية 30 بالمئة متوقع أنها تتراجع أيضا خلال الأيام القادمة مع استمرارية الهوى أو الرياح الشمالي الغربي الرؤية الأفقية ممتازة حتى الآن أكثر من عشرة كيلومتر متوقع أنها تكون ويانة أيضا حتى نهاية اليوم عبور السحب مستمر ويانة بالنسبة لصور الأقمار الصناعية خلال 48 ساعة تبين حزام من السحب ممتد من غرب المملكة العربية السعودية وحتى الكويت فرص الأمطار موجودة على أجزاء كبيرة من المنطقة الوسطى وأيضا على أجزاء من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية فرص الأمطار أيضا قائمة وموجودة ويانة بالكويت لكنها خفيفة على بعض المناطق متفرقة توقع أن تتراجع فرصتها مع نهاية اليوم تأثير منخفض الجوي مستمر ويانة حتى هذه الساعة توقع أن يتراجع أيضا تدريجيا مع بداية تأثير مرتفع جوي قادم ورح يكون تأثيرا مع رياح شمالية غربية نشطة بين الحين والآخر تصل سرعتها يوم الغد إلى 40 كيلو متر في الساعة وال45 كيلو متر في الساعة في الأيام القادمة وهذا رح يساهم في تراجع الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الصحراوية والمكشفة وأيضا للرمال الزاحفة على بعض الطرق نتيجة نشاط الرياح وإثارة الأترباء والغبار مساء اليوم الهواء الكوس خفيف خفيف إلى معتدل السرعة من 10-30 كيلو متر في الساعة والسحب مستمر ويانا فرص الأمطار موجودة ولكن تتراجع تدريجيا درجات حرارة معتدل نسبيا حول 25 درجة مئوية في أغلب المناطق جزئيا حتى على السواحل لكن الاحساس بالرطوبة رح يكون فقط على السواحل تتراجع فرص الرطوبة والإحساس فيها على المناطق الغربية من البلاد وأيضا على المناطق السكانية درجات حرارة متقاربة حتى ساعة الصباح الأولى تقل شوية درجات الحرارة تكون عشرينية بوجه عام أو حول 22 في مدينة الكويت وأيضا في مطار الكويت الدولي بستثناء السواحل رح تكون 22-23 درجة مئوية درجات حرارة متقاربة بوجه نعم والسحب رح تبدأ تتراجع أكثر قلبة الرياح رح تكون ملحوظة أكثر في ساعة الصباح الأولى إلى شمالي غربي خفيف إلى معتدل في بدايته لكنها تشت تدريجيا بعد ذلك في منتصف نهار يوم الغتص سرعتها مناطق الصحراوية والمكشوفة من ظهر تقريبا رح تكون درجات الحرارة 30 إلى 32 درجة مئوية لكن توقع ارتفاعه خلال الأيام القادمة تصل إلى 36-37-39 درجة مئوية فرص الغبار موجودة باتشر نتمنى من أخواننا قائدي المركبات خارج المدينة يديرون بالهم من الرمال الزاحفة وتلاجع الرؤية الأفقية نتيجة الغبار المثار أيضا البحر ما ننصح فيه لأنه رح يكون معتدل على الموج من 3 إلى 6 قدم الرياح رح تستمر في سرعتها بين الحين والآخر وتكون خفيفة إلى معتدلة أيضا تراوح سرعتها أيضا في المساء من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة البحر ما ينصح فيه باتشر لكن أجواءنا رح تكون صافية بشكل ملحوظ ودرجات حرارة حول 25 درجة مئوية في أغلب المناطق فرص الغبار تضل قائمة لكن تقل فرصها أكثر على المناطق السكنية البحر باتشر رح يكون معتدل إلى عالي الموج من 3 إلى 6 قدم ما ننصحكم فيه لأن الرياح رح تكون شمالية غربية نشطة بين الحين والآخر فترة هذه من فترات الفساد المد الأول ساعة 6 ودقيقة صباح المد الثاني ساعة 4 ودقيقة مساء والجزر الأول ساعة 10 و38 دقيقة والجزر الثاني ساعة 11 و48 دقيقة مساء لا نزال أعزائي المشاهدين في فترة السرايات في فترة التقلبات واردة بين الحين والآخر نلاحظ أن استقرار اتجاه الرياح حتى الآن غير مستمر بين الحين والآخر يكون كوس بعدين يرجع شمالي المنخفضات والمرتفعات لا تزال تأثيراتها على المنطقة بشكل ملحوظ في الفترة القصيرة الماضية أذن الفير بذن الله ساعة 53 و50 دقيقة والشرق الساعة 75 والمغرب الساعة 76 دقيقة وعدد ساعات النهار كلمانا قاعد يطول وتقص المتوقع بذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة باشر بذن الله شمالي غربي وراح يستمر ويانا لمدة خمسة أيام من 15 إلى 40 كيلو متر في الساعة يشتد تدريجيا وتصل سرعتها إلى 45 كيلو متر في الساعة من يوم الأحد بداية الأسبوع القادم بذن الله ستتراجع سرعة الرياح وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة 34 و35 إلى 36 درجة مئوية وبداية الأسبوع المقبل تصلت 39 درجة مئوية نشاط الرياح الشمالية الغربية نتيجة المرتفع الجو الذي سيأثر علينا بذن الله ابتداء من يوم الغد أو مع نهاية اليوم سيكون تأثير الرياح نشاط بين الحين والآخر فرص الإغبار ستكون قائمة ودرجات حرارة متقاربة الصغرى تقريبا من 20 و21 درجة مئوية إلى 23 درجة مئوية أعزائي المشاهدين نشاطنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم ترجمة نانسي قنقر